عاد مضيفو طيران بالجوية الجزائرية إلى العمل بعد إضراب مفاجئ شنوه صباحة اليوم دون السابق إنذار وعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الخميس عن وجود اضطرابات في رحلات الطائرات وأفاد بيان صحفي للشركة نشرته على موقعها الرسمي فيسبوك أن الاضطراب في العديد من الرحلات راجع إلى حركة احتجاجية لمضيفية الطائرات وأشارت الجوية الجزائرية إلى أن إضراب مضيفية الطائرات كان دون إشعار مسبق